بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقت اليوم من قصة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكن قصة لها لها حكمة كبيرة وتنبه إلى خطأ احنا كثير من وقع فيه جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان الإمام تبعنا يطيل بنا الصلاة فعشان خاطر الإمام اللي بيطول في الصلاة أنا صرت أتأخر عن صلاة الفجر يعني بمعن آخر ما عدتش أروح على صلاة الفجر فخطب النبي خطبة يقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا رسول الله قد غضب كما غضب يوما فقال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة فكرة الحديث إن بعض الناس طريق التدينه ستؤدي بالآخرين أن يفروا من الدين ويهربوا من الإسلام ويكره الدين بسبب طريق التدينه المتدين لازم يكون شاب لطيف المتدين يجب أن تكون كلماته منتقاء تصرفاته مختارة رقيق ورفيق ورحيم ويكون حكيم مش معنى أنه أنا متدين معنى ذلك إن سأفرض سيطرك على الناس مش معنى أنه أنا متدين أن أكون فضا غليظا القلب ولو كنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما علم أن الإمام الذي يطيل بالناس يجعل من المصلين ومن المقتدين يهربون من ذلك المسجد مش إحنا كثير من نوقع فيها مش إحنا اليوم بعض شباب المسلمين عندما يتدين يكون فض وغليظ ويحاكم الناس يحكم على هذا أنه مبتدع وهذا فاسق وهذا ضال هذا زنديق وهذا كافر إحنا أطباء للبشر إحنا أطباء المسلم المتدين دوره في الحياة كدور الطبيب الطبيب بيجي له واحد بيكون عامل حادث سير ودمه وجروحه نازله وحالته حاله ويتأوى ويئن ويصرخ بيبدأ بالمريض بيطهر له الجرح يشيل عنه الدم يميط عنه الأذى بنظف له جرحه بيخيط له جرحه بيداويله إياه وبيبدأ يرفع معنويات المريض حتى يشفى مفيش مريض يوم من أيام راح عند الطبيب ومسكه طبيب ضربه قاله إنت ليش مرضت إنت ليش عملت حادث مش وقته يبدأ يعالج ويا فرحة الطبيب عندما يشفى المريض وعندما يبرأ المريض يا فرحة الطبيب عندما تنجح العملية يا فرحة الطبيب عندما يرى إنه المريض الذي جاءه نايم على التخت ولا بجره على عرباية ولا شايلينه على نقالة مرضى ولا حاملينه على نعش وإذا به يقف على رجليه ويبدأ الآن يمارس حياته يا فرحة الطبيب إحنا نفس الشيء إنت لما تشوف إنسان تعبان ولا تشوف إنسان مريض ولا تشوف إنسان مذنب هو مريض وتشوف إنسان مبتعد عن طريق الله عز وجل هو مريض تبدأ بالراحة بالحنان بالأخوة بالمحبة باللطافة كثير من شباب المسلمين طريقة لباسه منثرة كثير من بنات المسلمات طريقة لباسه منثرة للناس من الدين يا ما سمعني بناتك تقولك أنا كرهت الإحجاب من وراء فلانك وبرضه تسمع أنا حبيت الحجاب عشان شوكت فلانك كثير شباب تقولك أنا كرهت الصلاة والمسجد يا أخي من طريقة تدين فلان إحنا مئمرات بيكون التدين عندنا منفر الدين كيف تعامل آخرين الدين أن تصلي لله عز وجل لكن بنفس الوقت أن تكون محب لجماعتك ومحب لمجتمعك ومحب للمصلين من حولك ومحب لطلابك ومحب لأساتفتك الدين كله قائم على أنصر أن تحب من هو أمامك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه هيك الدين ربانا وهيك الدين علمنا أما الفضاضة والشدة بالدين حتى لو قلت لواحد أن هذا حرام يحتاج إلى لطف أما في بعض الناس عندما تستفتي أو عندما تسألوا يا أخي حرام هذا جهنم هذا نار ربنا ذكر جهنم لكن ذكر الجنة وأكثر الناس يركز على جهنم 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 وكأن الله لم يخلق مقابلها جنة الله خلق جهنم صح ولكنه خلق أيضا جنة وأسهب المولى تبارك وتعالى في ذكر الجنة ونعيمها حتى يرغبك إلى أن تكون مع المسلمين ومع الموحدين ومع المتقين وذكر جهنم ليحذرك أن تقع فيها لكن الدين مش كله جهنم الدين فيه جنة الدين فيه رحمة الدين فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الدين فيه تسعة ونتسعون رحمة ادخرها الله عز وجل عنده اليوم القيامة الدين الدين كله محبة وقايم على أن تجذب الآخرين لأن تنفرهم يعني مرات إحنا حتى الأطفال الصغار بيقعدوا يحكولوا عن الدين وبيبدأ بوصف له بجهنم وبشجرة الزقوم وبوصف له بشياطين وبوصف له بعذاب القبر وحياتها وعقاربها فيتخيل هذا الطفل الصغير أو المنتمي للدين جديد أنه كل دين عذابه صخطه وحياته عقارب مش دينه هيك لا تكن منفر لا بقولك ولا بعملك اذكر الحق أنا لا أدعوك أن تكتم شيئا من الدين هذا حرام ولكن أدعوك أن تركز على مرغبات الناس في الدخول في الدين على أنك إذا أصبحت متدين أن يتغير لباسك إلى الأجمل وإلى الأفضل أن يكون عطرك ولباسك وثوبك وحذاؤك حتى أسنانك يجب أن تكون بطريقة نظيفة تبع الناس للدين ومن ذلك يا إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ما زال جبريل يوصيه بالسواك طب هو الناس رح يسمعوا كلام النبي أيوة يطلوا على شكل النبي صلى الله عليه وسلم عشان إياك يا إخواننا إياك تكون من الناس اللي بنفروا الناس من الإسلام ومن الدين بتصرفاته أو أعماله أو لباسه ونكون كلنا دعاء إلى الله عز وجل وتعالوا نقول يا رب اجعلنا من الداعين إليك ومن خدم هذا الدين العظيم إنك على كل شيء قدير وتعالوا نشوف شبابنا ماذا قعدوا لنا في حلقة هذا اليوم كيف بترغبي الآخرين بالدين؟ من خلال تطبيق الدين طيب وصادف معاك إنك رغبت أحدا بالدين؟ أكيد صارت معي يعني كل إنسان إلا إنه ينهى الشخص اللي قدامه مثلا عن غلط عمله أو هيك طيب وأفضل وسيلة عشان الدعوة دعوة يعني قليني نحكي أفضل وسيلة للدعوة للدين هي الترغيب أو الترهيب؟ أنا بشوف الترغيب أكيد كيف بترغب الآخرين بالدين؟ طبعا برغبه أول إشي إنه بالنصيحة يعني بش بالإجبار ولا إشي بالنصيحة بعدين تاني إشي لما يشوف أنا أخلاقي كويسي أنا بلتزم لأخلاق الدين على العالم والناس لما يشوفني إن أنا ملتزم بالدين منيح هو أكيد راح يصير يحب إنه يصير يدخل بعمق بالدين إسلام وصادف معك إنك رغبت حذا بالدين؟ والله صراحة لما يعني فيه ناس بيكونوا يعني ناش نحكي لها تعطي نشبع الكلمة إنه بيصليش إنه بيقطع لما يشوفني أنا بصلي وأخلاقي الحمد لله تمام بيصير يصلي معي بصير قعد معي بزيد أخلاقه وأفضل طريقة للدعوة للناس للدين هي الترغيب أو الترهيب؟ الترغيب أكيد بيش الترهيب كيف ترغب الآخرين بالدين؟ بصراحة أنا بنصح للناس أنه يحضروا فيديوهات لكثير من الشيوخ اللي بصردوا قصة يعني مثلا الشيخنا بالعوضة بصردوا الاسلوب الديني بصردوا قصة بعطي العبرة بالنهاية هذا يجذب الناس فأنا كثيرا ببعث لناس أصحاب إنه فيديوهات على اليوتيوب بيكون قاعد بالليل يعني إنه بدل ما هو قاعد على شيء ثاني إنه يحضر هذا الفيديو ممكن يفيده طيب أصادف معك إنك ترغب حذا بالدين؟ صراحة أنا قبل أربعة شهور ما كنت متلزم بالصلاة صديقه الرغبني بالدين أنه أرجع أصلي الحمد لله طيب والخلينا نحكي الترغيب أفضل من الترهيب عشان تجذب الناس للدين؟ هو صراحة أكيد أفضل بكثير مثلا هسا في جماعات كثير بيدعو إسلام مثلا أنه أنا إسلامي كثير إسلامي بس موضوحهم الترهيب يعني إنت لو تروح لبني آدم وتتفاهم معه مثلا زي الصديق اللي بيقولك إنه تفاهم معي فوق إنه كثير برغبني بالدين مع إنه مش منت من أي واحد من مجموعات بس هو رغبك بالدين بسلوب النصيحة كيف ترغبي الآخرين بالدين؟ تعامل معهم طبعا طيب وبتعتبر مين أفضل الترهيب أو الترهيب لدعوة الناس للدين؟ طبعا الترغيب وصادف معاك إنك بيوم الأيام رغبت أحدا بالدين؟ أه صادف مثلا خدمتنا أسلمت حسب تعاولنا معه حبة الإسلام بطريقة التعاول معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر